حذر القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا أوليكسندر سيرسكي اليوم السبت من أن الوضع في ساحة المعركة في شرق البلاد والذي لا يزال مركزا لأعنف قتال في أوكرانيا قد تدهور بشكل حاد أوليكسندر سيرسكي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوضح على تطبيق تيليجرام أن الوضع تدهور على الجبهة الشرقية بشكل كبير في الأيام الأخيرة عازيا ذلك إلى تكثيف روسيا الكبير للأعمال الهجومية عقب الانتخابات الرئاسية وقال سيرسكي أن التقصى الدافئة والجاف سهل هجمات القوات الروسية على المواقع الأوكرانية في منطقتين ليمن وبخموت بمنطقة دونياتسك وبوكروفيسك في شرق أوكرانيا وبمجموعات هجومية مدعومة بمركبات مدرعة وزارة الدفاع الروسية قالت أن قوتها سيطرت على بلدة بيرفو مايسكي في منطقة دونياتسك شرق أوكرانيا فيما كثف الروس ضغوطهم حول تشاسيفيار التي أوضحت كيف أنها تتعرض لنيران متواصلة وتتمثل الأهداف العسكرية الروسية في الاستلاء على بقية منطقتين لوغانسك ودونياتسك في شرق أوكرانيا وهي المناطق التي تحتلها حاليا جزئيا فقط على الرغم من دعاء روسيا بأنها جزء من الاتحاد الروسي بعدما ضمتها بشكل غير قانوني في سبتمبر 2022 الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي حذر الأسبوع الماضي من أن بلاده قد تخسر الحرب إذا لم يوافق الكونغرس على المزيد من المساعدات كما حذر خبراء الدفاع أيضا من أن الحرب قد تدتهور بسرعة لتقترب من طريق مسدود تكون فيه لروسيا اليد العليا على أوكرانيا هذا العام ينضم إلينا من موسكو الخبير في أشؤون السياسية والعسكرية الروسية بافل فيلغين هاور ومعنا من كييف الأستاذ في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا الدكتور إيفان أوس أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد مع ضيفنا في البداية من كييف سيد إيفان أوس كيف هو الوضع وفقا للتوصيفات التي جاءت من رئيس الأركان الأوكراني قال أن الوضع على الجبهة الشرقية قد تدهور بشكل كبير ماذا نفهم من ذلك؟ مساء الخير من كييف تحياتي لكم لبافل ولي المستمعين لو نظرنا إلى الخارطة على الجبهة نرى أن هناك ديناميكيات جديدة مع تقدم للقوات الروسية في منطقة قريبة من بخمود وكل هذا الزخم لدى القوات الروسية أدى إلى ما أعلن عنه رئيس هيئة الأركان أوكرانيا خسرت بعض الأراضي هذه السنة وذلك يعود إلى عوامل كثيرة بالنسبة لأوكرانيا كل منطقة تعتبر أساسية ولكن هذه الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الأشهر الماضية ليست بمستوى الأراضي التي سيطرت عليها في بداية هذا العدوان ولكن هذا يقول أيضا للشركائنا أن خسارة الدعم أو التأخر في الدعم الأمريكي أدى إلى خسارة هذه الأراضي وقد يؤدي كما قال الرئيس زيلنسكي إلى خسارة الحرب لأوكرانيا وقد يؤدي ذلك إلى حرب على أرض الاتحاد والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن نخوض الحرب باسم أوروبا وباسم الولايات المتحدة الأمريكية ويجدر أن لا تستعمل الدول الأوروبية أو أمريكا الخلافات الداخلية لحجب المساعدات نعم سوف نتحدث عن المساعدات بعد قليل وعن الحاجات التي تطالب بها كيف ولكن دعني أرحب سيد بافل ما الذي تسعى إليه روسيا من هذا التصعيد بمدرعات وبمحاولة للسيطرة على المزيد من المناطق في شرق البلاد روسيا تضغط على الجبهة بعد أن سيطرت على تيفكا وطبعا نحن اليوم في شهر أو في فصل الربيع وغالبا ما يجدر أن ننتظر أن تتجمد الأوحال وفصل الشتاء هو الفصل الأهم بالنسبة للقوات المسلحة الروسية وهو قادم وعندها روسيا ستضع كل ما لديها على الجبهة لتغير التوازن الاستراتيجي بشكل كبير ولتضع حدا للطريق المسدود وكل فريق يريد أن يغير الوضع الراهن لمصلحته روسيا تعتبر أن الظروف الآن مؤاتية لروسيا روسيا تريد من أوكرانيا أن تكون دولة تابعة لها وليس لحلف شمال الأطلسي وذلك ربما يحصل عبر نجاحات تحرزها روسيا على ساحة القتال هذا الأمر الوحيد الذي يمكن أن يغير التوازن السياسي بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفاء أوكرانيا الغربيين من جهة أخرى فهناك محاولة لتغيير المعادلة على الأرض نعم سيد بافل إذا سمحت لي هل تستغل روسيا الظروف الحالية ونقص الذخيرة وعدم وصول المساعدات خاصة الأمريكية إلى أوكرانيا نعم أولا روسيا تظهر الآن قوتها وهو أمر منطقي هذا ما تحاول أن تفعله روسيا دائما وأوكرانيا الآن على المستوى الدولي تعتبر الأضعف ربما لذلك بعض الإيجابيات ربما سيدفع ذلك بالكونغرس الأمريكي لتمرير المساعدات إلى أوكرانيا عما قريب وينستون شورجل كان يقول ربما أمريكا في نهاية المطار ستفعل ما هو ملائم بعد استنفاذ كل البدائل وهنا نتوقع أيضا أن يكون القتال حاميا جدا في الصيف دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من كيف سيد إيفان إلى أي مدى يمكن أن تصمد أوكرانيا والتصريحات تتوالى من قبل قادتها ومنهم الرئيس الأوكراني قال إن قوتها عاجزة عن شن هجوما مضاد بسبب نقص الذخيرة وذلك نتيجة لتأخر وصول المساعدات العسكرية وخاصة تلك التي لم يفرج عنها من الكونغرس الأمريكي من دون مساعدة الحلفاء سيكون الأمر صعبا جدا بالنسبة لأوكرانيا الآن أوكرانيا تركز طبعا على الدفاع وليس على استعادة الأراضي وخسرنا بعض الأراضي كما سبق وقلت ولكن مثلا في منطقة خاركيف وكييف وأماكن أخرى نحن نعزز من دفاعاتنا لأنه ربما أن القوات الروسية في حملة الصيف ستحاول السيطرة على مدينة كخاركيف أو غيرها هناك الكثير من الكلام عن رغبة روسيا أن تسيطر على خاركوف ويعيش فيها 1.2 مليون شخص هي مدينة كبيرة ونحن هنا أيضا نركز على الدفاع هذا لا يعني أننا لا نتوقع دعما عسكريا من قبل حلفائنا لأنه حتى اليوم هناك بعض المؤشرات من مارجوري تيلر جرين هي من السياسيين المعارضين لأوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول باستمرار أن الأمريكين لن يعطوا أسلحة لأمريكا اليوم قالت أن القانون قد يمرر في غضون بضعة أيام أو أسابيع ولكن علينا أن نرى الواقع مصالح أمريكا أيضا يجدر أن تأخذ دعاين الاعتبار بالنسبة للحزبين الجمهوري والديمقراطي ليس من مصلحتهما خسارة الحرب من قبل أوكرانيا لمصلحة روسيا إذا سمحت لي هل هناك من خطط بديلة في انتظار هذه المساعدات على مستوى حل في النيتو واللقاءات التي تمت في بروكسل والتأكيد على دعم أوكرانيا أيضا هناك خطة قرأت عنها وهي خطة لشراء ثمانمائة ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد الأوروبي من ثمان عشرة دولة منها ألمانيا والسويد وهولندا هذه سوف تدعم هذه الخطة هل من معلومات حولها وهل مثل هكذا حلول ثانوية يمكن أن تجدي نفعا بالنسبة لكييف؟ نعم أولا تكلموا عن ثمانمائة ألف والآن شكية تكلمت عن أكثر من مليون قذيفة لأوكرانيا وسنحصل على هذه الأسلحة في الأسابيع المقبلة هو أمر مهم بالنسبة إلينا لأن انعدام الذخيرة كلف أراضي استعادتها روسيا لأوكرانيا ونحن أيضا نعم استمعنا إلى وزير الخارجية كوليبا الذي قال إن الخطة ألف موجودة ولكن ليس الخطة باء ولكن دائما نفكر بالبدائل ودائما الحلفاء يساعدون والآن الحلفاء الأوروبيون عززوا من دعمهم وأعتقد أن أمريكا رغم النقاشات الداخلية في نهاية المطاف ستساعد أوكرانيا منذ بضعة نعم السابيع كان هناك مقالة في الول ستريت جورنال أشارت إلى قيام دول كثيرة بمساعدة أوكرانيا رغم أن ذلك غير متوقع من قبل هذه الدول ونحن نعمل على تحسين علاقاتنا مع كل الدول التي يمكنها أن تساعد طب أعود إليك سيد بافل وبالحديث عن الذخيرة بحد ذاتها بعض المقالات تتحدث عن أن الجيش الروسي يطلق عشرة آلاف قذيفة مقابل ألفي قذيفة من قبل الأوكرانيين لأي مدى هناك تفوق في هذه المرحلة على المستوى الروسي طبعا الجيش الروسي هو كدولة عظمى هناك تفوق ولكن في هذه المرحلة إلى أي مدى روسيا تستغل هذه الظروف المتعلقة بنقص الذخائر وعينها على ماذا؟ روسيا تحصل على الأسلحة والذخائر من مخزونها منذ الحرب الباردة وكانت لديها مخزينة كبيرة جدا ولكنها استعملت الكثير منها روسيا الآن تحاول أن تعزز من صناعاتها الدفاعية لإنتاج الأسلحة والذخائر ولكن الفريقان لديهم مشاكل روسية وأوكرانيا في هذا الإطار لذلك استمرار هذه الحرب يؤدي إلى مواجهة دموية نعم وروسيا أيضا تحصل على بعض الأسلحة من إيران ومن كوريا الشمالية وإيران الآن قد تواجه تصعيدا في الشرق الأوسط وقد لا تتمكن بعد هكذا تصعيد من توفير الذخائر أو الأسلحة لروسيا كذلك الوجود الروسي ليس جديا في أوكرانيا في مسافات بعيدة عن خط القتال أو عن الجبهة وروسيا لا تسيطر على الأجواء الأوكرانية كما كانت تسيطر على الأجواء السورية مثلا لفترة طويلة وإن كنا لا يمكننا أن نسيطر على الأجواء لا يمكننا أن نمنع القوات التي نحاربها من جلب الإمدادات إلى الجبهة وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة لروسيا حتى الآن روسيا لم تتمكن من السيطرة على الأجواء الأوكرانية وما زالت تحاول نعم ما الذي يمنعها؟ أعتقد أن روسيا عندما دخلت الحرب لم تكن تتوقع أن تطول هذه الحرب توقعت أن يكون الأمر كما كان في سوريا في العام 2015 وبالتالي دخلوا إلى عمق أوكرانيا وبدأوا بقصف القوات الأوكرانية في كل مكان وأعتقد أن هذه الحرب ستكون حربا سريعة جدا لكنها ليست كذلك والآن امتدت لأكثر من سنتين سيد بافل أريد أن نستغل الوقت معك إذا سمحت لي وأسأل على المناطق التي تحاول أن تسيطر عليها روسيا في هذه المرحلة وهي تحاول أن تسيطر على تشاسي فيار ما أهميتها الاستراتيجية؟ روسيا تحاول أن تتقدم في دوناتسك وكذلك في منطقة كراماتوركس وسلوفانكس في المدينتين التوأمان هناك خطوط حديدية مهمة جدا في هذه المنطقة روسيا تريد أن تسيطر على المدينتين لأنهما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي ولأن هناك أيضا ملتقى طرق عادية وطرق حديدية تسمح بالتواصل مع مناطق أوكرانية أخرى الآن التركيز هو على بحر آزوف وصولا إلى ماريوبول وغدانسك ولكن هذا الأمر أصعب روسيا تريد أن تسيطر على دوناتسك ولوغانسك وكراماتورك وهذا هو الهدف الأساسي وتتمنى أيضا إن نجحت في ذلك أن تقضي على المعنويات الأوكرانية وأن تتوقف بالتالي القوات الأوكرانية عن المقاومة وربما أن تستعد داعا وتنهار لست أدري إن كان ذلك سيحصل دعني أعود إلى ضيفنا من كييف مرة أخرى سيد إيفان يعني أوكرانيا منذ بدء هذه الحرب حصلت على أنظمة الدفاع حصلت على دبابات حصلت على مدرعات وعلى ذخيرة الآن تطالب بالمزيد من الذخيرة ما الذي تحتاجه بشكل واضح وهل يمكن في حال حصلت على هذه المساعدات أن توقف هذا التقدم الروسي أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ليس هناك من أسلحة خارقة يمكنها أن تغير الواقع نحتاج إلى الكثير من القذائف ومن المدفعية ومن مقاتلات F-16 أو طائرات أخرى لأن السويد بعد أن أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي قد تقدم أيضا لأوكرانيا بعض الأسلحة ولكن ليس لديهم مقاتلات F-16 فطبعا المدفعية الأساسية والذخائر ثم المقاتلات كذلك تكلمت عن الول ستريت جيرنل عن المسيّرات التي أعطتها أمريكا لأوكرانيا في السنة الأولى لم تكن نتائجها ممتازة لأن المسيّرات لم تكن نتائجها ممتازة ولكن نرى أن لم تكن بالمستوى المطلوب وبعد أكثر من سنتين من الحرب نرى الآن أن دور المسيّرات مهم للغاية وبالتالي نحن أيضا نحتاج إلى المسيّرات إلى جانب المدفعية والصواريخ والمقاتلات وذلك يساعدنا كثيرا على ساحة القتال ويمكننا أن لا نستعملهم على الأراضي الروسية ونحن نحاول أيضا إنتاج المسيّرات في أوكرانيا شكرا جزيلا لضيفينا من كيف الأستاذ في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا الدكتور إيفان أوس ومن موسكو الخبير في أشؤون السياسية والعسكرية الروسية بافل فيلغنهاور شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا